الجزائر بصفتها رئيس القمة العربية تحملت مسؤوليات كبيرة ودافعت عن حقوق الشعب العربي في كل مكان والجزائر قيادة وشعبا وقفت إلى جانب سوريا في كل التحديات التي مررنا بها خلال الفترة الماضية نحن كنا إلى جانب الجزائر أيضا في العشرية السوداء ناضلنا ضد الإرهاب سويا كما ناضلنا ضد الاستعمار وضد كل التحديات التي مرت بها الجزائر وشعرت هذا اليوم خلال هذا اللقاء مع فخامة الرئيس بأن لا أدري إذا قلت شعبي الجزائر وسوريا أو شعب الجزائر وسوريا أيهما أصح لكن في إطار السيادة نحن لا بد أن نحترم كل هذه القيم شعرنا بأن الجزائر ذات العنفوان والجزائر الجاهزة دائما للدفاع عن مصالح أمتها ما زالت هي الجزائر التي نعرفها فخامة الرئيس أكد على أن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات كما كانت سوريا إلى جانب الجزائر في كل التحديات وهذا هو ما نتطلع إليه من علاقات قائمة بين البلدين قد نستخدم الآن تعابير استراتيجية وتعابير التضامن لكن تبقى المشاعر الحقيقية هي المشاعر الصادقة في إطار التعاون أود أن أعبر لكم جميعا عن التحيات الحارة لسيادة الرئيس بشار الأسد إلى الشعب الجزائري وإلى القيادة الجزائرية وخاصة على الوقفة الصادقة التي عبر عنها الشعب الجزائري بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بعد وقوع الزلزال على سوريا وكان زلزالا كارثيا من أوائل الفرق التي وصلت لإنقاذ الشعب السوري إنقاذ الدماء السورية كان فريق الجزائر والذي قام بدور أساسي لا يمكن لأي سوري إلا أن يتذكره بكل اعتزاز وفخر والمساعدات التي وصلت إلى سوريا من قبل الشعب الجزائري تفوق الوصف الجزائر بصفتها رئيس للقمة العربية أيضا وقفت إلى جانب سوريا وتعرفون أن الجزائر كانت تريد أصلا أن لا تكون الجمهورية العربية السورية إلا في قلب الحدث العربي في قلب الجامعة العربية في قلب التضامن العربي في قلب العمل العربي المشترك من أجل تحقيق إنجازات على صعيد الوقع العربي وكانت الجزائر قد استضافت بعد القمة وقبلها أيضا وفودا فلسطينية من أجل توحيد العمل الفلسطيني في إطار مقاومة صهينة الأرض والإنسان وهذا الموقف الذي تتشارك فيه سوريا مع الجزائر يلقى كل احترامنا اشتركوا في القناة